السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازاكم سنة تانية? اتمنى تكونوا بخير وفي احسن حال. معاكم زمنتكم اقلاء اشرف من الفرقات التالتة. ان شاء الله النهاردة معنا المحاضرة الاولى في البايو في ميديورو الربوداكتب بعنوان الفيمية ساكس هرمون. يعني ايه هي الهرمونات اللي تبقى موجودة في جسم الانثة? طبعا اكيد خدتوا فكرة بقى في الفيسيولوجي وكده وهرمونات بتطلع من اللي هو وهرمونات بتطلع من البلاسينتا لما تيجي تحمل والحاجات دي كلها. تمام? طيب فعلا احنا النهاردة المحاضرة بتاعتنا معظمة فيسيولوجي. بس ما تقلعش يا انت مش مزاك الفيسيولوجي احنا كده كده ايه حنعيد على كل الحاجات الفيسيولوجي. بعد كده نبقى ندخل في صوت بالموضوع بتاعنا. طيب قبل ما نبدأ ندع الزمان ربنا يا رب يرحمهم ويغفر لهم ويذكرون فسيحة جناتة ويرزقهم الفردوس الاعلى من الجنة ونحكنا بيهم على خير. طبعا ما تنسوش اخواتنا في فلسطين وغزة من دعوتكم. المحاضرة بتاعتنا زي ما اتفقنا انها يبقى معظمة فيسيولوجي. آآ بس ما تقلعوش ان شاء الله نأكد على تأكدات الدكتورة ونأكد على الحاجات المهمة اللي ممكن تسجلنا كمحاضرة بايو. طيب بسم الله الله مفتح لنا فتحا يزهلنا التساع. اول حاجة هنقول مقدمة فيسيولوجي كده عابلك عن الفيميل اه سايكلز يعني ايه الفيميل اه سايكلز? الاوبريان سايكلز بتحصل ازاي? والمشر والسايكل بتحصل ازاي? والتغيرات اللي بتحصل في فيمايل هيرمون هتحصل ازاي? تمام? تمام. بعد كده هنتكلم عن البطل الاستروجين هيرمون ده بقى هناخد عنه كل حاجة بالتفصيل. هناخد عنده الكلسبات وتعاصفكيشن. وبعد كده يعني هو في منه الطبيعي وفي منه ايه? وفي منه المصنع برا. فهو ده يعني. بعد كده هناخد الطبيعي ده ونبدأ نشوف الاقوى منه ايه? اول واحد اكتشافنا ايه? طب هو بتصنع ازاي في جسمي. طب هو بيقدي شغله ازاي? طب بعد ما ادى شغله ازاي جسم هيتخلص منه ويعمل له طيب احنا بنستخدمه في ادوية ايه برا? تمام? تمام. طيب بعد كده هناخد ايه? هناخد كلمتين عن بتاعه وازاي بيشتغل في جسمي يعني وكده. بعد كده هناخد شوية هيرمونز تانية بتطلع برضو او المبيض. ويه لما الست تحمل بقى ويبقى فيه بلاسينتا كده بتاعت الجنين دي. هنشوفها برضو بتطلح هيرمونات ايه? وبعد كده هناخد عندنا بتاعت الهيرمون دي في البلازما بتاعت جسمينا. تمام? تمام. يبقى يلا بينا كده اه في البداية. احنا هنتكلم عن ايه? هنتكلم عن مقدمة للفيزيولوجي. قالك ان انا عندي الموضوع بدأ بتاع الفيميل سايكلز ده ايه باجز اسمه يعني يعني قالك ان انا عندي اول حاجة بدأ تطلع هيرمون اسمه جنانتو تروبين ريزنج هيرمون. الجنانتو تروبين ريزنج هيرمون ده هوت امر هي على الانتيرو بوتيوتري اللي طلعي له هيرمونيين يأثروا على تمام? طلعت له هيرمونيين اسمهم الـ LH والـ FSH. تمام? تمام. الـ LH والـ FSH بقى بدأوا ان هم يروحوا يأثروا على عايدين شو بقى قصر على عايدين عمل في ايه? قالك والله كده من اسمه اصلا. الـ FSH ده هوت اسمه هيرمون يعني الهيرمون اللي بيحفز الجروس بتاع الفوليكل. قال لك الفلوك اللي دي موجودة فين? اقول لك الفلوك اللي دي موجودة عندك في تمام? تمام. المين اللي هيحفز النموة بتاعها ويخليها تكبر? قال لك الاف اس اتش. طب الاف اس اتش راح على الفلوك اللي موجودة عندي في واقعد ايه? واقعد يزن عليها عشان تكبر. اكتر فلوك اللي موجودة عندي في المبيض. وهتتحفز انها تكبر وتسمع كلام الاف اس اتش هي دي اللي هتكمل معي ايه? تمام? تمام. قال ان انا عندي الاف اس اتش هوت كان عالي اللي هو باللون البنك ده تمام? حفز عندي ايه? الفولكل دي ان هي ايه? ان هي تكبر في الحجم بتاعها. لما كبرت في الحجم قالت للاف اس اتش خلاص انا ما عمتش عايزاك انا كده تمام زي الفل وكبرت. تمام? تمام. وبعد كده بدأت ان هي اطلع عندي ايه? الاستروجين. تمام? طيب بنا دلوقتي الفولكل كبرت. قالت للاف اس اتش خلاص ما عمتش عايزاك في بدأ ايه? وبدأت هي تطلع ايه? الاستروجين. اهي. الاستروجين اللي هو باللون اللازرق الفاتح ده. تمام? تمام. بدأ الاستروجين ايه? يزيد. طب الاستروجين لما يزيد هيعمل ايه? قال لك بصي معي. الاستروجين لما بيزيد بيروح يبني في بطانة الرحم. تمام? هيبدأ ان هو هيبني فيه البطانة بتاعة اليوترس. اهيت. وهي زود الغدد اللي موجودة ايه? الموجودة في الاندومتريام بتاعة اليوترس. طيب هتعمل ايه الاستروجين برضو? الاستروجين بيقلي ف اس اتش خلاص يباني عارفت الاستروجين هيزود بط determinant الرحم ويقوم وكقللي الف اس اتش وطيب بعد ما الاستروجين زاد قلنك بيعمل عندي حق ويوصل للبيج بتاعه بعد اربع عشرين ساعة بيقدي الى حدوث حاجة في نهاية ال اللش يعني هي يطلع للبيج بتاعه يعني هيطلع لأعلى مستوى ليه تمام? يباني عندي الاستروجين اه وصل لأعلى مرحلة هيبدأ يعمل عند حاجة اسمها بعد اربعة وعشرين ساعة. بصها لها عند ال ال اتش وصل لي اعلى نقطة لي. اعلى بيك اللي ال ال اتش. هتحصل بعد اربعة وعشرين ساعة من البيك بتاعت الاستروجين. تمام. تمام. طيب ال 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 اتش لما يوصل ال ال بيك بتاعته هيعمل لأيه يعني. قال لك هيعمل عندي يعني 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 اللي موجودة جوه الفولكل. تمام. هتبدأ ان هي تخرج وتسيب عندي باقيه. تمام. خلقة يبدأ حصل عندي ايه? مرحلة اوفيولايشن دي. طيب. بعد ما تلعت لك قسمت لي م크ونات الفولوكل اللي باقيته. و τους خلقت الليها تسميه الكوربس ليوتيم. ليه هتسميه كوربس ليوتيم او الجسم الاصفر? قالك عشان بيترسف هدهون وودهون لها اصفر. تمام? تمام. طيب قالك اننا انتصل اصلا يا جزء اللي باقي من الفولوكل ده عبارة عن خلايا. اللي هي السكاسلوجرانيولوزاء سليو الحاجات دي. فالخلايا دي لما تتكون. هتبدأ ان هي ايه? تكون الجسم الاصفر. وتطلع لي هرمونات الاستروجين والبروجسترون. هتطلع لي ايه? هرمونات الاستروجين والبروجسترون. تمام? تمام. طيب الاستروجين والبروجسترون هيعملوا لي ايه? يعني? قال لك بص.imiento البروجسترون. قال لك الاستروجين هو زيت بس عشان هو كان بيحفظ على الرحم رضبة وكده. عشان ايه? عشان يحصل ان الاسبرومة لو عايز ييجي. يقابل الاوفا اللي تلعب ديت. يقابلها ويكونه زاكد وكده. تمام? بل استروجان هنحافظها على الترتيب. طيب البروجسترون هيعمل ايه? قالك البروجسترون هيجهز البطانة بتاعة الرحم علشان تستقبل الزاكد اللي هيدفن فيها ده. فهتعمل ايه يعني? قالك هتجهزها للشغل. الاستروجان في الاول. زود البطانة زود السمكة بتاعها وزود الخلايا. هنا بقى هتبدأ انها تخلي الغدد والخلايا اللي تكونت دي. تبدأ انها تفرز ايه? الافرازات بتاعتها وترتبه. علشان ايه? الزاكد يغرز فيها. تمام? تمام. يبقى كده عالي امتى? عالي في لما قربس اتكون. ويبدأ ان هو يطلع لي ايه? البروجسترون ده. وطبعا عندنا لما البروجسترون والاستروجين يعلو. تمام? بعد ما القوفة تلعب. ال 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 اتش وال اف اس اتش ايه? بينزلو. بيقلو. تمام? هي دي كات عندي اللي احنا عايزين نعرفها. تمام? تمام. طبعا هنا في سلايد للقراءة بتتكلم على الجيل الذات الرمنزل كال هرمون بيطلع مين? تقول ايه? بيطلع من هيبو سالمس. طب هو بيعمل لي ايه? ألغ بيروح على البتيوتر يحفز انتج ال 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 اتش وال اف اس اتش. طيب بعد كاذن بيقول لك ال 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 اتش. ما بيطلع بيعمل ايه? ألغ بيطلع من وبيحفز عاملة وهو ده اللي كان بيحاول ال الى قربة هو ده كان بيحفظ فلما تطلع من تكون عندي الجسم الاصفر او تمام بعد كده بيقول لك بيعمل ايه قولك برضو كان بيطلع عندي من تحت تأثير الجناد التربينيزيج هرمون والفش ده من اسمه كان بيعمل الجروز بتاع اللي موجودة في تمام بعد كده عندك الاستروجين الاستروجين بيعمل لايه قولك بص الاستروجين دهوت كان بيطلع من الموجودة في قبل وبعد كان بيطلع من تمام تمام طب هو بيعمل لي ايه يعني الاستروجين ده اقول لك بص الاستروجين ده كان بيزود بتاع الاندومتريم ويزود عدد الغدد اللي موجودة فيه وهو برضو لما كان بيطلع بعد اربعة وشرين ساعة بيعمل عندي حاجة اسمه عشان يحفز وكمان هو المسؤول عن الصفات السنوية الانثوية اللي تظهر على الفيمين تمام تمام وطبعا لما الاستروجين بيطلع تمام بيبدأ ان هو يعمل ايه بيبدأ ان هو يقلل الاف اس اتش ليه هيقلل الاف اس اتش فبيعمل عندي حاجة اسمه تمام طب هيقلل الاف اس اتش ليه هقول لك عشان هو معنى الاستروجين طلع من الفولكل يبقى هي خلاص نمت وكبرت فيبدأ ان هو يقلل الاف اس اتش ويقول له خلاص انا كبرت ما عمتش عايز اف اس اتش تاني تمام تمام بعد كده عندنا البروجسترون بيقولك ان انا عندي البروجسترون ده هوت بيبدأ ان هو يطلع برضو من الفولكلز بتاعت تمام يعني بيطلع عندي من بتاعت طب هو وظيفته ايه يعني قال لك والله هو ده اللي كان بيزود برضو البطانة بتاعت اليوترس وهو ده اللي كان بيخلي الغضط تفرز الافرازات بتاعتها عشان يتغيرس فيها الزايجوت طيب بيقولك معلومة عندنا هنا تبقى عارفة ان بيقلل درجة حرارة الجسم سواء كان درجة الحرارة الخارجية يعني او الكور بادي الكور بيتم ريتشار بادي وبيقلل العرق اما البروجسترون اللي هو بتاع هرمون الحمل دهوت اللي هو ده اللي مسؤول عن زيادة لان هو بيعلي متعدل الحرق في جسم الفيميل فبالتالي يعلي درجة الحرارة. تمامي بل السلايد دي بنعلي ايه? كتل القراءة كده ونعدي عليها مرور الكرام. بعد كده برضو هنا السلايد دي برضو ايه? للقراءة برضو وقعد يعيد فيها برضو واللي بيحصل في اليوترس والكلام ده. فاحنا عن القراءة كده بس ايه? عشان ما نبقاش سيبنا حاجة. بيقولك ايه عندنا? بيقولك ان احنا عندنا الاول حاجة اللي بحكاية بدأت بالهايبو سالمس بدأت تطلع جنات التروبينيزنج هرمون يروح على الانتي ربوتيوتوري يخليها تريليز الاف اس اتش والال اتش. بعد كده الاف اس اتش من اسمه هيعمل بتاع البرايمري او او سايد. تمام? اللي هي كانت دي هيفضل ان هو ايه? يعمل الجرس بتاعها. فتبدأ ان هي تجبر. ولما الفولكل تجبر هتعمل بروديوسنج للاستروجين. الاستروجين لما يتكون هيعمل حاجتين. اول حاجة هيروح يوقع يقفل الاف اس اتش. هيقول الاف اس اتش خلاص ما عندش عايزك. انا الفولكلتز كبيرة. وهي بدأت تطلع استروجين. فيقفل الاف اس اتش. وكمان انا عندي الاستروجين هيروح على ابتانة الرحم وهيزود ايه? هيزود السمك بتاعها وهيقعد يبني فيها. هيزود ايه? الانتومتريام. بعد كده بيقولك ان انا عندي الاستروجين لما بيعلى ويوصل للبيج بتاعه بعد اربع وعشرين ساعة بيبدأ يعمل عندي حاجة اسمها يعني 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 بيوصل لاعلى مستوى ليه. فلما بيوصل لاعلى مستوى ليه بيسبب عندي بيسبب عندي ايه? بيبقى معاه بلس بلس من يعني اللي ما بيحصل مع سيرج هو كمان بيكون عالي سنة والاتنين مع بعض كده يسببه لعملية اللي هي تطلع من لما تطلع من هيتبقى عندي جزء من هنسميه القربة ليوتية من الجسم الاصفر لان هيترصف في دهون لونها اصفر تمام? فالجسم الاصفر ده هو بقى بعد ما تخرج منه القوضة هو مسئول عن ايه? مسئول عن هو يخرج لي الهرمونات اللي هتجهزلي عشان يحصل بريجنانسي بقى عشان يحصل حمل بقى وكده فهتطلع لي هرمونات الاستروجين والبروجسترون تمام? الاستروجين والبروجسترون هنا هيبدأ ان هم يروحوا على بتونج الرحم ويزودوا فيها وهيعملوا فيها ايه اقول لك هيزودوا السمك بتاحك ويخلوها رطبة علشان الاسبيرم يوصل للاوفا بسهولة وفي نفس الوقت هيزودوا الافرازات بتاعت الغدد اللي تكونت فيها تمام? تمام ولما البروجسترون او هرمون الحامل ده اصلا يطلع ويزيد لاعلى مستوى ليه هيكون عندك ال ال اتش خلاص حصلوا انهيباشا واقف اللي هو ازاي? قال لك والله للوقت واحد ايه? واحدة خلاص حامل وعندها البروجسترون عالي هتوقف ال ال اتش ليه? قول لك مش هلأ خلاص واحد حامل يعني عندها اوفا والاوفا دي جالها سبيرم وخلاص هتتخصب وتتزرع في اليوترس فهيه قردي حامل انا هحتاج ال ال اتش عشان يعمل ليه هعمل على الحامل اللي موجود عندي ما بيحصلش قال لك الست الحامل اصلا ما بيتجلاش امينورية ما فيش عندي اا اوفا بتطلع تاني. طبام? لان البروجسترون بيعمل ال ال اتش على طول. كمان بيقولك ناو افرد ده الكلام ده بقى لو حصل حامل. طب افرد بقى دلوقتي ما حصلش حامل. فالكوربس اليوتيم هنا بقى اللي كان متكون وبيطلعي الاستروجين والبروجسترون ده هيبدأ انه يحصل له وهيقعد يكش على بعض وكده. بدلا ما كان لونه اصفر هيبدأ لونه ايه? يبيض. فيبقى اسمه كوربس البكنز. كوربس البكنز. وده دبعا هيبدأ ان هو ايه? لما يبدأ يكش على بعض ويدمر كده هيبدأ ان هو يقلل انتاج الاستروجين والبروجسترون. تمام? تمام. قال لك من غير الاستروجين والبروجسترون هنا بقى البطانة بتاعة الرحم اللي هي الاندومتريام دي هتتهدم. هتتهدم خلاص ويحصل عندي المنسس. اللي مدى التلات لخمس سيام. تمام? طيب. لما يحصل عندي المنسس بقى والبروجسترون والاستروجين دول قال له. قال لك طبعا بما ان الاستروجين والبروجسترون قليل وال BTS قليل فده هيحفز عندي ان يحصل للFSH في وسيتيوتر يعني البروتيوتر ايه الهرمونات اللي هي بتطلها قليته يعني عندي نقص في ال Liberatec يحصل لعرفك اللي هو ايه اللي هو خلاص انا اروح اضحي الانتيري بوتيوتر ان اطلع لي الهرمونات بتاعتها تاني X sh ويبدأ ان هي a Peace Sh يروح على الفوريكل يكبرها ويعيد نفس السايكل ايه تاني تمام تمام وادي عادة للفيسيولوجي بتاع والحاجات دي. طيب بعد كده بيقولك ان انا عندي هنا بتاع بيقولك ان انا عندي برضو بيحفز عندي يعني بيحفز عندي ان هي تندج يعني تندج وتكبر. فلما تكبر تبدأ ان هي او تنتج الاستروجين. هتطلع عليه الاستروجين. طيب بيقولك ان انا عندي مستوى الاستروجين هيفضل يعلى يعلى بالتدريج لحد الاسبوع التاني من هيفضل يعلى ويوصل لأعلى عند الاسبوع التاني من بعدها باربعة وشرين ساعة بعد ما يوصل للمكسلم هيبدأ ان هو يحصل عندي يعني هيعمل عندي يوصل ليه اعلى مستوى لي. تمام? احنا متفقين على كده اصلا من الاول. بعد كده بيقولك ان انا عندي بيقولك ان انا عندي بيقولك ان انا عندي وجود الاستروجين ده هيعمل لها حاجتين ان هو هيروح على اا بتاع بتاع الرحم وهيعمل ويخليه يجبر ويدخل والجلاند اللي موجودة فيه هي كمان هيخليها ويخليها تكبر واللي هيعمله على اليوترس برضو هيروح يعمله في اللي هي الغودت بتاعة او بتاعة السادي. فانا عندي برضو هيروح يعمل لها ويخليها تكبر ويزود ايه? يزود الافرازات بتاعتها عشان بعد كده بعد ما يحصل بقى والولادة والحاجات دي يبدأ ايه? يبدأ ان هي تكون الغودت خلاص كتجهزت ان هي تكون عندي ايه? والكلام ده. تمام? تمام. بعد كده بيقولك ان احنا عندنا ال ال اتش لفل بيك آآ 16 ساعة بفور زي افليشن. قالك ان انا عندي ال ال اتش بيوصل للبيك بتاعه تمام? بعدها ب 16 ساعة بيحصل ال افليشن. يبقى احنا حصل عندنا ايه? حاجتين مهمين جداً. نبقى واخدين بنة منهم. بيقولك ايه? ان انا عندي. ده عبارة عن الاستروجين هوت. ده الاستروجين اللي هو به ايه? اللي هو ده اللي هو اللون البني ده. وده الـ LH هو تمام تمام وبعد كده عند الخط اللي بيض اللي في النص ده عبارة عن الـ بيقولك اللي حصل ايه؟ لانا عند الفلكل لما كبرت بل اطلع الـ استروجين فوصل للبيك بتاعه عند الاسبوع التاني من الـ اللي هو هنا كده بالضبط تمام تمام بعدها بـ 24 ساعة وصل الـ LH الى البيك بتاعه يبانا عندنا هنا الـ كان واصل ايه؟ كان واصل لأعلى بيك ليه بعد كده بعدها بـ 24 ساعة بدأ الـ LH يعلى 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 ويوصل للبيك بتاعه تمام تمام بعدها بقى بعد ما الـ LH وصل للبيك بتاعه بعدها بـ 16 ساعة بدأ ايه؟ يحصل عندي عملية تمام يا رب تكون واضحة انا هعيده ايه تاني ايه وات بيقولك ان انا عندي اول حاجة زيادة الاستروجين بعدها بـ 24 ساعة الـ LH هيزيد ويوصل للبيك بتاعه تمام بعدها بـ 16 ساعة من الـ LH ساعة هيحصل عندي تمام تمام يبقى دلوقتي ممكن يجي يغدعني جسال يقولي عملية تحصل بعد بتاع الاستروجين بقى ايه؟ اقول لك بص مش ده عملية هاي وده زيادة الاستروجين بيك اهوت هنجمعي عدد الساعات دول 24 و 16 هيبقى حوالي قدية 40 ساعة تمام او قل من 36 ل 40 ساعة تمام تمام او يقولك ان انا عندي عملية بتحصل بعد الـ LH بيك بقى ده تقولي بعد ستاشر ساعة طيب آآ الـ LH بيك بتحصل بعد الاستروجين بيك بقى ده تقولي 24 ساعة تمام يبقى دي الحكة المهمة اللي في السلايد دي تمام احنا كده ايه؟ بعد كده فينا معلومة احنا نسيتنا نقولها بيقولك ان انا عندي من الاستروجين انا دلوقتي الاستروجين ما بيعلى بيعمل ايه في الـ LH؟ طبعا الاستروجين ما بيعلى بيعمل طب بيقولك افرت زادة عن حد قوي لو حصل هاي دوزز من الاستروجين واحد خد استروجين من بره كتير قالك هيعمل للـ LH هيقلل ايه خروج الـ LH؟ يعني الحاجة ما بزاد على حد ده بتقلي بتقليل ضده لما الاستروجين يزيد زيادة عن اللازم الـ LH اللي هيحصل له هيحصل له سابريشن يعني ايه؟ هيقل تمام؟ فلما الـ LH يقل مش هيحصل فعشان كده بقى احنا بنستخدم هاي دوزز من الاستروجين او جرعات العائلة من الاستروجين ديت ككونتراسبتف يعني ككونتراسبتف كمانع للحمل لما اديو الاستروجين بكمية كبيرة الـ LH مش هيطلع فبالتالي مش هيحصل فبالتالي مش هيحصل حمل صح ولا لا؟ تمام؟ هنا بقى معانا كم سؤال كده عشان يعرفني الحتة بتاعت الفيسيولوج دي بيجي عليها اسئلة ازاي؟ هيسألك مرة في حتة الهرمونات هيسألك مرة آآ الهرمونات بتطلع من اني حتة هيسألك آآ بتاعت LH والاستروجين و الوفيليشن بيحصلوا بعد كم ساعة؟ ها هي المواضع الاسئلة اول حاجة تسأل معانا بيقول لك سيفن ديس افضل يعني بعد ما حصل بسبع ايام اهو بعد ما حصل عند الوفيليشن حصلة هو بعدها بسبع ايام بقى ده قبل وده بعد وده بعد تمام؟ تمام ده بعد اهو بسبع ايام عند السابع بيقول لك اللي حصل ابصت بتاعت ال LH قلت بسرعة. ايه ده ال LH قل بسرعة? طب ليه ال LH قل بسرعة? والله اقل اصلا من غير ما بص على الاختيارات. انا هقول ايه? انا هقول من دماغي كده. انا عندي لما كانت بتطلع كان بتسيب وراها ايه? الجزء البائي بنقول عليه الكورباس ليوتايم. تمام? الكورباس ليوتايم ده كان بيطلع عندي الاستروجن والبروجسترون هما اللي يعلوا. تمام? وال LH والFSH هما ايه? يقلوا. يعملوا انهيبشن لل LH والFSH. تمام? يباني عندي LH L بعد ما حصل الوفيريشن والوفا طلعت لان الكورباس ليوتايم بيطلع عندي الاستروجن والبروجسترون اللي بيروحوا على LH ويعملوه انهيبشن. تمام? بالتغير ما بص على الاختيار اعرفت الاجابة لان اصلا ايه عارفة المعلومة. يباني عندي الاختيار بتاعنا هو هيبقى دي اللي هو السيكريشن بتاع الاستروجن والبروجسترون من الكورباس ليوتايم هيصبرس الهايبوسلام وسيكريشن بتاعت GNRH والبوتيوترسيكريشن بتاعت ال ال اتش. تمام? تمام. بقى لجابة عندنا ايه? دي. بعد كده السؤال التاني بيقول لك ان احنا اه من المنستر والسايجل بفور الافيوليشن الاستروجين بروديوز من اه اه في الافيوريون فوليك الهالف بينتج من السيكا سيل ولا الجرانيولوسا سيل بتاعة الكربس ليوتيام. بصي معايا كده. الشاطر اللي هيركز في السؤال ويقوله لجابة صح. الشاطر اللي هيركز في السؤال. السؤال بيقول لك قبل يا جدع. وقبل كان فيه كربس ليوتيام متكون. يا جدعاء. الكربس ليوتيام بيتكون بعد ما تطلع اصلا من الفوليكل. تمام? دلوقتي بيقول لي قبل الافيوليشن. الهرمونات بتطلع من اين? قال لك هل بتطلع مسيكا سيل بتاعة الكربس ليوتيام والجرانيولوسا سيل بتاعة الكربس ليوتيام? لا. ده الكربس ليوتيام اصلا ما تكونش. فبالتالي هتبقى نيزر لا ده ولا ده. تمام? تمام? يبقى الاجابة هنا وده طبق ايه? دي. طيب السؤال اللي بعد كده بيقول لك ل x 24 ساعة بفور زاد استروجين بيك. ال 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 ات بيعلى قبل الاستروجين. بص يا عم. غلط. احنا عارفين الاستروجين لما بيزيد. زيادة الاستروجين هي اللي بتعمل عندي ال ال ايه? ال ال championship. تمام؟ هي اللي بتعمل عندي ال 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 ه يعني الانستروجين يزيد بعد كده ال ال يزيد. هو هنا بيقول لي ال ال اتش بيكون ماكسيمم اربعة وشرين ساعة قبل الاستروجين ده طبعا غلط ده الاستروجين اصلا هو اللي بيعمل ال اتش تيرت سيرج وهو اللي بيزود ال ال اتش تمام تمام يبهينا الاجابة ايه فورس يبقى احنا كده خلصنا اول جزء معانا اللي هو كان جزء الاندرودكشن بتاعت الفيسيولجي وده كان ايه اصعب جزء يعانينا شوية لان احنا اصلا بتوع بايو احنا ندخل بقى في البايو اللي هو عبارة عن ايه اللي هو عبارة عن فهنتكلم بقى عن الاستروجين بتفاصيله اول حاجة هناخد معانا بتاعته يعني يعني التصنيب بتاعه هل هو موجود اه وتصنع بشكل طبيعي في جسمي ولا انا مصنعه من برا لو انا اه هو موجود بشكل طبيعي جوه جسمي لو الاستروجين دهوت الطبيعي بيبقى طبعا يعني بتصنع من الكولستيرول جوه جسمي بيمشي على العربيات في الدم خلاص متفقين طب هما ايه الاستروجين دول ايه بقولك استروجين دي انا وما اكتر من واحد قالك زي الاستراضايول والاستريول والاسترون يعني استراضايول وتراي وان قالك بص معايا كده احنا سمينا التسمية دي على اساس عدد ايه الهايدروكسيل جروب الموجودة قالك هنا المركب فيها هيدروكسيل جروبة واحدة فقلنا عليه استرون وان تمام طيب هنا فيه تلاتة واحد اتنين تلاتة هنقول عليه تراي يبقى استريول طيب هنا فيه اتنين يبقى هنقول عليه داي استراضايول تمام يبقى دل اللي بتصنعه جوه ايه جوه جسمنا داي و تراي و اون تمام طيب بعد كده عند السنستيك استروجين وانت بتصنع من بره هنصنع حاجات شبه الطبيعي استرويد وحاجات نانسترويد تمام حاجات استرويد وحاجات ايه نانسترويد طبعا اصابيهم صعبة شوية بس ايه بس انت مطلوب منك بس يعني بص عليهم بص عليهم عشان تبقى عارف شكلهم عصة عشان الام سكوف تمام بص الاسترويدل هنحاول نحن كراءه مع بعض ه sangat الاسترويدل بيكون اتنين الاسترويدل ايه اتنين والناسترويدل ثلاثة الاسترويدل اتنين عبارة عن إستراضيول ومسترانول مسترانول وإستراضيول تمام نكرروا كده الكلام عشان يزبط ثانية حاجة عندنا اللي هما ما بتصنعش من كل استيرون دول بيبقوا عبارة عن تلاتة دايصايل بسترول دايصايل استل بسترول داي وقصيل استيل بسترول داي ويه الهيكسسترول والهيكسسترول ويه الداي انسترول تمام؟ تمام هو الأسامة غريبة شوية بس انت إيه لو بكررتوه إن شاء الله هتجي معاكم طيب آآ عندنا قلنا دل استرديول والاستريول والاسترون دول ايه؟ دوله اللي بتصنعه بشكل ايه؟ بشكل طبيعي بيقولك من حسن الاكتشاف بتاحه ما اكتشفنا ده هوت الاول اللي هو الاسترون بعد كده اكتشفنا اللي هوتراي بعد كده اكتشفنا ايه؟ اتضاي يبني عندي من حسن الاكتشاف مش مهم مش حاجة مهمة قوي يعني بس تبقى عارفة احنا من حسن اكتشفنا اللي هو وام الاولاني الاول تمام؟ بعد كده عندي التراي بعد كده عندي ايه؟ اتضاي ده من حسن ايه؟ الاكتشاف طيب من حسن القوة بتاعتهم يعني مين اقوى واحد فيهم؟ من حسن البوتنسي من حسن البوتنسي بوتانسي عندنا التو هو أقوى واحد بوتانسي فيها تي والتو فيها تي نحيث بوتانسي أو القوة عندنا فيه اتنين هيدروكسيل جروب اللي هو الاستراضايول اللي هو الاتنين هو ده أقوى واحد فيهم السؤال ده مهمة جدا وبييجي موضع MCQ بعد كده بعد الضاي هلاقي عندي الوان بعد كده عندي الترال نحيث القوة لازم تبقى عارف كويس لأنه عندي أقوى واحد فيهم أهمهم هو مين هو الضاي وبنحيث البوتانسي التو أقوى واحد اللي هو الضاي بعد كده عندي لأقل شوية اللي هو الوان بعد كده لأقل خالص وأضعف واحد فيهم اللي هو التراي تمام؟ فبيقولك أن أنا عندي القوة بتاعتهم كده بشكل ريليتف يعني نسبيا خمسين إلى خمسة إلى واحد ضاي وان تراي تمام؟ ضاي اتنين وان واحد تراي يبقى اتنين واحد تلاتة بنا عندي بوتانسي فيها تي وتو فيها تي تمام؟ تمام يبقى هنبدأ بالتنين أقوى واحد بعد كده ايه؟ واحد وتلاتة خلاص؟ تمام بعد كده بيقولك أن أنا عندي بالرغم من أن الأوفري هو المصدر الرئيسي للأستروجين إلا أن فيه كميات صغيرة من الأستروجين بتنتج عن طريق التستس والأدرينا الكورتكس قالك أن أنا عندي طبعا نحن عارفين الأوفري هو اللي بيطلع الأستروجين تمام؟ عن طريق مين؟ عن طريق الجرانيولوزاصل طيب الأدرينا الكورتكس آه بتطلع برضو بعض الفيميرسكسوهرمون زي الأستروجين طيب التستس قالك برضو تستس بتطلع عندي كمية إيه؟ كمية من الأستروجين طب إزاي؟ قالك مش إحنا كنا عندنا في كنا بناخد إن إحنا عندنا في خلايا يسمعها وخلايا يسمعها جرانيولوزا سيل بتبقى موجودة جوة كانت الأول حاجة تصنع عندي الأندروجين تحت تأثير تصنع عندي الأندروجين بعد كده بعد كده عندي السيرتوليسيل السيرتوليسيل تاخد الأندروجين دي وتعمل لها وتحولها إلى أستروجين فده معناه إن أنا عند التستس بتصنع عندي إيه؟ الأستروجين أهي تمام؟ تمام بس بتبقى كميات صغيرة أكبر كمية من الأستروجين بتبقى موجودة طبعا بسبب إيه؟ سبب الأوفري الأوفري طيب بيقولك إن أنا عند الأستروجين برودكشن بيكون يعني بيبقى في أعلى مستوى ليه لما تبقى الأيه الست تنصة صغيرة لسا في مرحلة شبابها لسا في مرحلة البريمينبوز قبل ما توصل لسن اليأس كل ما تكبر في السن كل ما الإستروجين هيقل وطبعا الست كل ما توصل لسن اليأس أو تكبر في السن بتفقد نعمة كبيرة وهي نعمة الإستروجين هقولك ليه نعمة؟ لأنه بيحميها من أمراض بص أمراض خطيرة جدا يعني بيحميها من أمراض خطيرة جدا يحميها من أمراض القلب بحاجة زي تصلب الشرين يحميها من والحاجات دي هولا بيرتب بيرتب عندها وبيرتب لها والحاجات دي وهو كمان اللي بيحميها من حاجات كتير قوي هنشوفها كمان شوية بس عايز أقولك ان الست مكتوسة سن من نبوز طبعا الستروجين ايه بيقل عندها ودي طبعا بتبقى نعمة كبيرة هي فقدتها تمام؟ تمام فإحنا بنحاول بقى ان احنا بنعوضها من بره لما تبدأ تقرم ليه سن اليأس تمام؟ تمام بعد كده هنتكلم على اللي هي الهيرمونات الطبيعية قال لك اللي يما عايزين نعرف هم بيبقى موجودين في أني مرحلة من المراحل العمرية قالك بص مش احنا عندنا أقوى واحد فيهم هو الضي يبدل هيبقى موجود في المرحلة بتاعة اللي هي بقى لسه في سن البلوغ ولسه بقى عايزة بتحمل ولسه في البريب ونبوذ ففي البريب ونبوذ الومن هيبقى عندها مين؟ هيبقى عندها الاستراضيول استراضيول تمام؟ تمام طيب اللي بنقول عليه سبعتاشر بيتا استراضيول تمام؟ سبعتاشر بيتا استراضيول بيبقى موجود فيه؟ بيبقى موجود فيه البريب منبوذ الومن لسه ايه؟ لسه عايزة تخلف وتحملوا الكلام ده فيبقى عندها أقوى واحد من الاستروجين بعد كده عندك يبقى بعد المنبوذ يبقى عندها ايه؟ الاسترون الاسترون قوته ايه? اضعف شوية من استراضيول. اما استراضيول قوي بقى وكده نديها ايه? نديها ايه? لسه بريم نبوز. طيب الاستراضيول. الاستراضيول او الترايدة هوت بيبقى طبعا بيبقى اقل في البوتنت خالص ويبقى اضعف واحد فيهم. وده بيبقى موجود فيه مرحلة لما تبقى الستة حامل لان هو اصلا بيطلع من البلاسنتا. بس سؤال ده مهم جدا هيجي يقول لك بيبقى اقوى واحد فيهم بيبقى موجود فين? اللي هو الاستراضيول تقول ليه في البريم نبوز. بعد كده بعد المنبوز يقلقي الاسترون. طيب بعد كده عندي الاستريول عشان هو بيطلع من البلاسنتا بيبقى موجود فيه حالة البريجنانسي. تمام? تمام يعني سبت ايه? الحامل. بعد كده هنتكلم على الاستروجين هيرمون بايوسينسز. يعني ايه بايوسينسز? يعني انتاجه. هو ازاي الاستروجين ده بتصنع جوا جسمنا. تمام? طيب دلوقتي احنا عايزين نعرف ااا ان الاستروجين زي ما متفقين ان هو عبارة عن ااا استرويد هيرموني. يعني بيجي عندي من الكوليستيرول. يعني الكوليستيرول هو الاب الروحي. الاب الروحي بتاعنا. الكوليستيرول ده عبارة عن مركب حوالي كام? حوالي سبعة وعشرين كربونة. تمام? تمام. قال لك انا عايزة تنمع منه الاستروجين. يعني عايزة خلف من الكوليستيرول ده هو استروجين. نبدأ ان احنا نغير فيه. ما تغير فيه هتحول مثلا الاستروجين ده بيبقى تقريبا تقريبا يعني 21 كربونة تمام والتستيرون بيبقى 19 كربونة هتاخده في المحاضرة الجاي تمام يبقى انا دلوقتي بغير في الكوليستيرون لأ استنوا الاستروجين بيبقى 18 بيبقى 18 كربونة تمام طيب ويه التستيرون بيبقى 19 كربونة فانا دلوقتي هغير في الكوليستيرون اللي هو الاب دهوت عشان اخلي في ابنه اللي هو ايه اللي هو الاستروجين تمام تمام فانا اول حاجة عشان صنع الا يستروجين هنجيب الخليستيرول يحنا، وندخله جو خليه السيكاسيل الخلية اللي تبقى موجودة بره احنا عارفين ناريت Ł để بتبقى عبارة عن موجودة موجودة بره وبعد يوم الجرانيولوزا بتبقى ايMichiy 101W تبقى اي موجودة جوه نحييه داخل. فهؤول حيانا اللي إجيجي يدخل الخليج يدخل على اللي هي يتبقى موجودة نحية بره، تمام؟ تمام هيعمل ايه بقى لما يدخل لها قالت لك هتبدأ ان يتحولوا الى حاجة اسمها مش مهم تعرف سواب التسمية اما حاجة القولستيرون هيتحول الى البرجناللون البرجناللون ده هو اللي هتحول الى البروجستيرون هيتحول الى البروجستيرون والبروجستيرون ده يتحول الى ايه يتحول الى الداهية ثم الاندروسطينو ديوم تمام يبنى عندي اول حاجة القولستيرون يتحول الى بريجناللون البرجناللون يتحول الى 17 هيدروكسي بريجناللون او البروجستيرون تمام بعد كده عندي يحصل عندي شوية عمليات نحن نكون مثلا الداهية وبعد كده الداهية ده يتحول الى الاندروستينو ديون طيب عايز اقول لك حاجة مهمة جدا ان الداهية ده عشان يتحول الى الاندروستينو ديون هيحتاج انزيم اسمه تلاتة بحسد يعني ايه تلاتة بحسد يعني تلاتة بيتا اتش اس دي تلاتة بحسد تمام تمام عشان تبقى واخب بالك ان الانزيم ده العماية دي مش مهمة في الانزيمات يعني تبقى عارفها قوي على قد ما انت تبقى عارف الاسامي ايه تمام بس السؤال ده عشان كان جاي امسك يو فانا حبيت اقول هالك ان احنا عندنا عشان نحول الداهية الاندروستينوديون بنستخدم انزيم اسمه ايه تلاتة بحسة تلاتة بي اتش اس دي تمام تمام بعد كده عندي الاندروستينوديون بيمشي من ويبدأ ان هو يروح على الجرانيولوزا سيل اللي موجودة ناحية جو في الاندروستينوديون دهوت يبدأ ان هو يتحول الى الاسترون ثم الاستراضاويول. جوى مين جوى الجرانيولوساسيل في باستروجين المنتجي تخرججها على هيه. على هيه ايه. على هي هيه استراضايول. يبحنا في بتحول الكوليستيرول الى ايه? الى استراضايول. عشان يخرج للدم ويشتغل شغل ايهktorوديون. تمام تمام. فينا برضو ينا ايه. يبحنا كده عارفنا للكوليستيرول بيتحول كوليستيرول او السبعتاشر هيدروكسي بريجنالول بعد كده عندي البروجسترون يتحول الى الداهية والداهية الى الاندروستينوديون. تمام? طيب. وبعد كده الاندروستينوديون ده يروح عندي اللي هي الجرانيولوزا سيل. ويتحول الى التوستستيرون. ثم يديني بالاروماتيز الى الاستراضيول. تمام? عرفنا ان احنا في الاوفاري في الاوفاري الجرانيولوزا سيل بتخرج عندي استراضيول. تمام? تمام. نفرد انا عايز اكون الاسترون الاسترون. لا الاندروستينوديون. هيقوم رايح على الادبوز سيل اللي هي الخلايا الدهنية. الادبوز س اللي بيصنع فاته اسد هي دي اللي هصنعني الاسترون هو الكلام ده فانا عايز اختبر زكاة بقى كده معي واشوفك مصح صح هلا لا البوست بوتنت استروجين هو مي تقولي ده البوتنس يعني بوتنسي يعني فهتي يبقى 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 تبهينة الاجابة ايه طيب السؤال اللي بعد كده بيقولك مي اللي بقى موجود خلال برجنانسي اقولك والله ده كانت هو اللي بيطلنى عمل بالها سندة فبالتالي اه هو ده اللي اللي بقى موجود خلال برجنانسي ايه ده اكل برجنانسي يبقى ايجابة هنا سية طيب حعايز احسألك السترول كمانه هو وجوه فيه انتو قالi بري مينبوز طيب الاسترول بعد المينبوز طيب السؤال بعد كده بيقولك ايه السؤال لو لو شوي يقولك الدهي 2025 بيقولك الدهيه هوобاليحاد تفشانسي في اي انزيم بيقول لك انها كان عندي عشان حول الدهيه الى الاندروستينوديون كنا بنحتاج انزيم اسمه ايه اسمه تلاتة بحسد تمام تمام يبانا عندي لو تلاتة بحسد مش هو موجود الاندروجين اللي هيفضل موجود عندي هو الدايا مش هيقدر يتحول الاندروستينوديون خلاص يبانا عندي ايه تلاتة بحسد تو هو ده الانزيم اللي كان بيحول الدايا الى اندروستينوديون فلو هو مش موجود عندي دفشانسي فيه زي ما هو بيقول كده في السؤال يبانا الدايا هو لا يبقى من اندروجين اللي موجود عندنا طيب نجي بقى عندنا بيقولك احنا خلصنا ايه صنعنا الاستروجن وطلعناه برا في البلازما طيب مش هو سترويد هرمون احنا هنشيله ازاي او لا احنا هنشيله على عربية طيب العربية ده يبقى اسمها ايه او يبقى اسمها الاسترويد باينينج بروتين تمام بس كده مش اكتر يبقى انا عندي بيقولك الست اللي هي مش حامل اللي عندها الاستروجن هتشيله فين اقلا بيطلع من الاوفري هتشيله فين في البلازمة ألك هتشيله على العربية اسمها إيه اسمها سيكس استروعيب بايمني بروتين اس بي بي تمام وي البروتين ده هو بيزيد بيزيد في حالة لما يبقى في عندك إيه والله وحدة حامل تمام فعندها إستروجين بكمية جبيرة فتحتاج عربيات كتير عشان تشيله تمام حاجة ما دهية كمان واحدة بتاخد إستروجين سيرب من بره يعني هي أخد إستروجين من بره على إستروجين المصنع عندي فانا عندي استروجين كتير فاحتاج له عربيات كتير فازود انتاج البروتين ايه اللي بيشيله اللي هو العربيات اللي بتشيله تمام بيقول لك ما انت برضو لما بتجي تزود العربيات اللي بتشيله ده كمان بيحصل معايا نقص في الاندروجينيك اكشن يعني ايه يعني دلوقتي ان الجسم الفيميل عندها اندروجين وعندها استروجين تمام دلوقتي اعملها ديها استروجين من بره استروجين من بره استروجين من بره دلوقتي ده واحدة حامل تمام والاستروجين كميته اكبر فالعربيات اولى للناس اللي كميتها اكبر تمام وهتحمل العربية بسرعة يبقى انا عند استروجين ايه هو اللي يحمل العربيات فكده الاندروجينيك اكشن ايه هيقل شوية تمام تمام بعد كده بيقولك ان انا عندي آآ كروز لاناف يعني بديهيا التوستيرون اميل هيرمون الزبركوذر للاستروجين تمام احنا لسه اصلا قاينين في البيو ان احنا كان عندنا الاول حاجة ده نحاول بريجنالون بروجسترون وفي الاخر نحصل على الداهية تمام والداهية ده اصلا هو اللي كنا بنجيب منه او تاستيرون اللي هو اصلا الميل هيرمون وبعد كده ناخد الاندرجن ده ونروح على الجرانيولوزاسل نكون عندنا الاستروجين بعملية اروماتايزيشن تمام لي manifestations يبني اصلا من التاستيرون كونت مين موجودة الزبركوه why انت عندي الاستروجين خلاص فبيقولك كما خلق حواء من دلع ادم احنا برضو بنطلع الاستروجين من التستير تمام زي ما طلعت حواء من ادم احنا هنطلع الاستروجين بتاع حواء من برضو ايه من برضو الهرمون بتاع ادم تمام تمام يلا دلوقتي احنا خلاص معانا مين معانا الاستروجين في البلازما تمام وماشي ومحملينه على العربيات طب دلوقتي عايز يروح يشتغل في الخلية هيشتغل ازاي قال لك اهو الاستروجين مش عارف نعم عليها على استروجين دي الاستروجين معانا دلوقتي في البلازما تمام الاستروجين موجود في البلازما هيروح يمسك في الريسبتور جوه الخلية الاستروجين بتبقى موجودة فين جوه الخلية الاستروجين هي الفا او بيتا هيروح يمسك فيها وبعد كده بعد ما مسك في الريسبتور هيدخلوا هما الاتنين مع بعضك هكون بلكس جوه النواية بتاعت الخلية ويمسك في جزء من النيوكولار بروتين اللي هو الدي ان اي او الار ان اي ويساعد على نسخ ام ار ان اي مسلا من دي ان اي ده لعماية وبعد ما كونت الام ار ان اي هاخد واطلع عشان اكون ايه ايه بروتين اعمل عماية ترجمة وكون بروتين يبقى السترويد اه هرمون دهوت او السترويجن دهوت برضه بيشتغل زي هرمون عادي بيخش يمسك فيه وبعد كده يمسك في جزء على النيكلر بروتين وبعد كده ينسخ امر ار ان اي وبعد كده يترجمه الى بروتين فيساعد على بتاع الخلية ويانتاج البروتينات جواها وفي نفس الوقت هو المسؤول عن اللي هو ظهور الصفات الثانوية الانصوية على الفي مين تمام طيب بيقولك ان انا عندي في الاكشن بتاعه قالك الاسترويجن لما كان جاي يمسك على ريسبتر لو تلاحظ كنا بنقول عندنا في عندنا ريسبترز الفا وريسبترز بيتا تمام ريسبترز الفا وريسبترز ايه بيتا طيب مين هيمسك في ريسبتر ألفا ومين هيمسك في ريسبتربيتا قال لك والله انت عندك تلاتة إيه? تلاتة إيه طبيعيين. عندك الاسترون اللي هو وعندك الاستراضايول. وعندك الاسترايول. تمام? الاسترايول. تمام? قال لك ان انا دلوقتي عندي الفا وبيتا. عندي ايه? عندي اتنين اه اتنين اه اتنين ريسيبترز تمام? تمام. قال لك ان انا عندي الاسترا داي داي دهوت يمسك في الاتنين. يبقى داي ايه? يمسك في الالفا ويمسك في البيتا عادي. طب والون يمسك في الالفا بس. طب والتراي يمسك في البيتا بس. تمام? يبقى احنا عنا عرفها ازاي هقول لك كده هو احنا عندنا اول حاجة الداي الداي يبقى اثنين يبقى يمسك في الالفا والبيتا البوس يمسك في الاتنين اي ريسبتور طب الوان الوان يمسك في الالفا والتراي يبقى هو اللي هيمسك في البيتا تمام طب انا عندي الريسبتور الالفا والبيتا دي تبقى موجودة فين قالك الريسبتور الالفا تبقى موجودة عندك في اليوترس والكيدني والليفر وهارت؟ يوترس وكدني وليفر وهارت يعني ايه؟ يعني الكيب داوكلة وقلبه ورحم كيب داوكلة وقلبه ورحم طيب البيتا بقى ل يتنم الاسلح لك انك تحفظ بتوعه الي هم عبارة عن ايه؟ كيب داوكلة ورحم مقلب تمام؟ والحاجات التانية اللي هتبقى معي في الامسك يو يبقى يبقى بيتا طيب وعرفنا الضه يمسك في الاثنين والوان يمسك في الالفا والطراه يمسك في البيتا تمام؟ تمام طيب بعد كده بيقول لك ان انا عندي الاستروج ان هو ماشي في الدم بيبقى ماسك فيه بروتينات اللي بقول لها ايه؟ اللي بقول لها six hormone binding proteins طيب البروتينات دي زي ايه؟ قالك زي الجلوبيولين او الالبيومين زيها زي الاستستيروم بالتزبط الاستستيروم برضو لو كنت واخدين في الفيسيولوجي كان عندي التلت بيمسك في الالبيومين والتلتين بيمسك فيه الجلوبيولين تمام؟ فهنا برضو ايه؟ فهنا برضو الاستروجين بيمسك في الالبيومين والجلوبيولين كعربيات يتشال عليها عشان يمشي في الدم لانه استرويد هيرمون تمام؟ تمام بعدها كده عايزين نشوف الاكشن بتاع الاستروجين هرمونة على يعني هو بيعمل ايه في اليوترس بيعمل ايه في الفالوبيان تيوب بيعمل ايه في الفجينا بيأثر ازايه على الهرمونات تمام طبعا كده ما نشوف طبعا الحتة دي فسيولوجي واكيد انت واخدينها في الفسيولوجي فمش هنقطر فيها قوي اول حاجة معانا عايزين نشوف الاكشن بتاعه اول حاجة هيعمل جروس ليه اليوترس والفالوبيان تيوب بالفاجينة يعني هيزود نمو ايه؟ نمو الأورجنز طيب تاني حاجة ان هو هيحفز اعمالية الكنتراكشن بتاع الفالوبيان تيوب واليوتروس ويحفز الوطري بتاعت السيرفكس يعني ايه؟ قال لك والله الاستروجين دهوت بيبدأ ان هو يزود الكنتراكشن لو انا عايز مثلا السبيرم يوصل ليه هو اصلا الاستروجين كان بيزيد في المرحلة اللي هي قبل الاوفيوليشن تمام؟ تمام قبل الاوفيوليشن ده كان بيبدأ ان هو يطلع وطري القلين عشان لو السبيرم جاي تمام؟ آآ وداخل عنق الرحم يبدأ ان هو يمشي في بيه اامنة وما يتقتلش بالاسد دي تمام؟ فايه؟ الاستروجين كان مهم جدا ان هو يعمل لي وطري القلين في السيرفكس كمان ان هو بيزود بتاع اليوتروس عشان يسهل ان السبيرم يوصل ايه؟ للأوفا لما تطلع تمام؟ تمام يبقى ايه؟ يبقى اول حاجة عمل جروس تاني حاجة زود الكنتراكشن طيب تالت حاجة تأسيره على الهرمونات هيعمل ايه في الهرمونات؟ قال لك والله تأسيره على الف اس اتش وتأسيره على ال ال اتش انا كان عندي الاستروجين لما كان بييجي يزيد تمام؟ كان بيقلل الاف اس اتش تمام؟ لان اصلا الفولكيز الليما كانت بقى كبيرة كانت بتبدأ ان تطلع ايه? استروجين. وتقول خلاص انا كبرت كفاية. ما عمتش عايزة ايه? طب الاله بيحصل ايه? قال لك والله زيادة كان بتعمل يعني بيزود تمام? بس قلنا لما كان في معلومة الاستروجين لما بيزيد عن حده بيقلب له ضده. يعني لما يزيد زيادة جمدة بيقلب للاله فكنا بنستخدمه ايه? بنستخدم الغايدوزز من الاستروجين كمان للحمل. تمام? تمام لازم من ايه? نربط الدنيا ببعضها كده. يلا كده راجع معانا تاني. الاكشن بتاع الاورجن على ايه? على يطرس والحاجات ده هيعمل فيها. تقول لها هيعمل جروس هيناميها. طيب اما اجا اقول لك هل هو هيساعد على بتاع الفريبيان تقول لي اه ده بيزود الكونتراكشن. وبيعمل في السيرفكس. تمام? تمام. طب وتأثيره ايه على الهيرمونز? الـ تقول لي يزود الـ يعمل الـ فبالتالي بيقلل ايه? بيقلل الـ تمام? تمام. بعد كده هنتكلم على الميتاوليك بتاعي. يعني مش تأثيره بقعي عـركات. كانت تأثيره عجز. لأ الم факcle ايه في المية بتاع الجسمي? هيعمل ايه في الكلسما? هيعمل ايه في العظم? هيعمل مini في الكلستيرول والحاجات دي. اول حاجة معانا هيعمل ايه في العظم? قال لك والله او هو لما كان بيجي يدخل الخلية؛ كان بيزود انتاج ايه؟ انتاج البروتينات اللي موجودة دوها الخلية. تمام? لما كان بيعمل ايه؟ عملية ترانسيليشن وترانسيكريبشن والكلام ده تمام؟ كان بيزود ترجمة البروتينات فهو ايه؟ ما بيدخل خلايا بيصنع البروتينات؟ يعني هو لو دخل خلايا البون هيزود الماس بتاعة البون ويزود البروتينات بتاعتها عن طريق مثلا هو هيزود الاستيونيكتن والاستيوكالسين والكولاجين فهيزود ايه؟ هيزود من قوة البون تمام؟ يبقى اول حاجة معايا هيزود ايه؟ من قوة البون اللي هو هيزود البون يماس طيب بالنسبة لتأثيره على الكالسام بقى هيعمل ايه قال لك بص اللي عندي الاستروجين بيحب يروح يشبط في البراثرمون يشغل البراثرمون تمام البراثرمون لو قليل لو الكالسام قليل قال لك انه هو بيعمل عندي حكس بيروح يتحكم في الاكشن بتاع البراثرمون بيقولك لو انا عندي الكالسام قليل في الدم لو عندي نقص في الكالسام في الدم هو هيروح يقول البراثرمون اطلع يا باراثرمون روح اعمل بوزوتيف كالسام بالانس عندك في الدم ده كالسام قليل فقوم رايح شدد الكالسام من البون والتيس وموديه ايه وموديه للدم تمام؟ يبانا عندي الاستروجين مهم جدا انه بيعمل بوزوتيف كالسام بالانس ان هو بيصحي البراثر مول لما الكلسام يقل في الدم خلاص خلاص بعد كده تأثير الاستروجين على المياوي الملحي اللي موجود في جسمنا قولك ده بيعمل سلط ووتر ريتينشن يعني بيحبس المياوي الملحي في جسمك يعني بيعمل اديمة طيب معنى كده في حتة لو لا بيها هنا قولك الست اللي عندها ضغطة عالي تمام؟ الست اللي عندها ضغطة عالي دي تاخد الاستروجين تقولي تفكر كده تقولي ده الست اللي عندها ضغطة عالي دي يعني عندها كمية المياة محبوسة في جسمها كتير والاستروجين بيحبس مياة وصولت واملح وحاجات من دي لكده هيبوز عندها الدنيا وهيسوق حالتها اكتر احنا ما ينفحش ندي الاستروجين للناس اللي عندها ضغطة عالي يبا الناس اللي عندها ضغطة عالي ما ينفحش ان انا اديها ضغطة عالي ما ينفحش ان انا اديها ايه؟ استروجين لانه هيعمل لها وصولت ووتر ريتينشن ويأصلا مش نقصة هي ضغطها عالي تمام؟ تمام بعد كده عندنا تأثيره على الكوليستيرول اقولك انا عندي الاستروجين يقلل الكوليستيرول الوحش اللي هو الLDL ويزود الكوليستيرول الحلو اللي هو الHDL تمام؟ ويزود الترايج بسرايب بالمر تمام؟ يبقى أنا عندي تاني الاستروجين بيشتغل على كوليستيروس داية قولي بيقل الوحش وبيزود الحل معنى كده ان هو بيحميك من تصلب الشرايين قول اه بيحمي الست اللي هي لسه فترة مبريمي نبوط من تصلب الشرايين عشان كده قدت بقولك لما ستة توصل لسن اليأس كان بيبقى الاستروجين قليل فبيتبقى فقدت نعمة جبيرة نعمة الاستروجين دي اللي كانت بتحميها من او تصلب الشرايين طيب بعد كده عايزين نشوف تأثير الاستروجين على البلات كواجيليشن بيأثر في بلات كواجيليشن بيأثر في اللي هو حجم الدم هو بيقلق اه فعلا هو بيأثر في كواجيليشن بيزود الكواجيليشن بتاع الدم ليه؟ قلق عشان هو بيزود بيزود عوامل التجلد فبالتالي يبصي لها عندي الدم ايه الدم يماشي بالراحة لنتجة انه ايه تقيل الدم كواجيليشن بتاعه كتير تمام تمام بعد كده عندنا اه ان تأثيره على الفازو اه تأثيره على البيزل قال لك بيعمل فازو ديلاتيشن عشان هو بيحب اه ان هو يطلع ويه يبقى بمجهة يسألك على الميتابوليك افكت بتاع الاستروجين اقول لك ده اسأل فيسيولوجي اه احتمال كبير اصلا انه مش هيجي لنا في البايو بس اه عايزاك تقوم ملخصه ايه تقوم ملخصه ازاي تقوم ايه حاكتين هيعملها في الفزل والمية اللي ماشي في الفزل والكلام ده فتقولي انه هوا هيعمل فزل زيلاتيشن وووتر وصلت ايه ايه ادي اول حاجة تمام تنين حاجة تقوم ااين لي ايه تقوم ااين ليه تاستيره على كلستير فيو pretend troppo هيزود الحلو اللي هو اللي هو ال tabletydl تمام تمام بعد كده تقولي تأثيره على قالك انه غيرت Sang호 Philips طب بالنسبة للكالسن هايعمل اه قالك انه هو يحب اا يعمل 컨ترول البراسيرم straw لما يلاقي كالسام قلية هيعمل positive calcium balance تمام تمام طيب برضو تأثيره على العدم اقولك تأثيره على العدم ده هو بيحب يبني بروتينات فبالتالي هيبني البروتين بتاع العدم ويحافظ على صلابة العدم او الماز بتاعت العدم طيب بعد كده بيتكلم معايا على الاستروجين في البرين ايه هي دور الاستروجين في ان هو يحافظ على كوة البرين قالك والله احنا عملنا شوية تجارب كده ووجدنا ان الاستروجين بيحافظ على كوة البرين وبيحميه من التوكسنز ازاي؟ قالك اول حاجة ان احنا جبنا انصالفور جبنا اتنين اتنين انصالفور تمام؟ خدنا من واحد الاستروجين اللي موجود جواها والتانية ديناها استروجين في الاستروجين اللي عندها يعني واحدة عندها استروجين كتير واحدة ما عندهاش ايه استروجين لقينة اللي عندها استروجين عندها كمية كبيرة من انظيم اسمه الكولين يعني هينقل الاستروجين على الكولين فيعمل عندي استروجين تمام؟ يبانا عندي الإنزيم ده هو أماذا؟ زاد عند الانصالفور اللي عندها إيسروجين كتير تمام؟ فكون عندها أصتاء الكولين والأصتاء الكولين ده بيزود ال... مع يعني winners cells أو الخلايا بتاعة المخ بيزود التواصل بينها تمام؟ فإحنا لقينا فعلا الإيسروجين بيزود هذا الإنزيم فبالتالي بيزود البوغر بتاعة ال... لأنه بيزود من تصنيع الأصتاء الكولين اللي هو بيزود التواصل بين خلايا المخ طيب ده اول حاجة ان هو هيزود الباور بتاعت البرين تاني حاجة ازاي هيحميك بقى من التوكسن هقولك لقينا ان الاستروجين بيشتغل كأنتي اوكسدانت يعني ايه أنتي اوكسدانت يعني مضاد للأكسدة يعني بيحمي الخلية بتاعت البرين من الفري راديكالز يعني ايه؟ قال لك والله هناك أنا عندي قالي الخلية هيت الخلية دي نتيجة الموتابوليس اللي بتحصل جواها كده بقى والان ايروبك متابوليزم والحاجات دي يبدأ يتكون فيها مواد مؤكسدة المواد المؤكسدة ديت بتبقاش مستقرة عايزة تستقرة على حساب الممبرين بتاع الخلية تمام؟ وتدمروا فدلوقتي مين اللي هيقفلها ويتخنق معاها عشان يحفز على الممبرين الاستروجين الاستروجين يتخنق مع الفري راديكال ديت ويقول لها خد هيخة الالكترون اللي انت عايزة تستقري بها هوت ويسيب الخلية بتاعتي في حالها تمام؟ تمام يبدأ مين؟ يبدأ الاستروجين هيشتغل كأنتي اوكسدانت هيخفزك على الخلية بتاع المخ من الفري راديكال ثالث حاجة ان احنا لانايا بيقوذ زاكرة بيامبروف الفيربال الجميل الممري قالك انها بيقوذ زاكرة مع الناس اللي عندها زهايمار تمام؟ تمام يبم احنا عندنا ازاي الاستروجين بيشتغل على البرين تقول لي ثالات حاجات تقول لي اول حاجة هيزود البرين باور عن طريق ان هو هيزود انزيم اسم بيزود الاسطايا الكليين وما زود الاسطايا الكليين هيزود التواصل بين خلية المخ تاني حاجة تقولي هيحميني من توكسن هيحميك من توكسن ازاي? قالك ان هو بيشتغل كانتي اوكسدان تمام? فيحميني من فري راديكال. تانت حاجة تقولي ان هو بيزود الزاكرة خصوصا في الناس اللي عندها الزهايمر لقيناه ايه? لقيناه بيحسن الناس اللي عندها ايه? زهايمر تيزيز دهي. تمام? تمام. بعد كده احنا خلاص خلصنا الاستروجين عرفنا بتاعته عرفنا الهون اقوى واحد فيهم بعد كده عرفنا ازاي بيتصنع وعرفنا الاكشن بتاعه وازاي بيشتغل وبعد كده عرفنا عندنا ايه تأثيره على المخ وتأثيره على الخلاة بتاع الجسمينا وكل حاجة. دلوقتي عايزين اتخلص منه بقى انت عملت شغلك يعمل حاجة عايزين اتخلص منك بقى. قال الله احنا وجدنا ان معظم بتاعت الاستروجين بتتم عن طريق التلاتة فورمز بتوعه. اللي هو ايه? الاشكال بتاعته. يعني هو في معظم الاحوال بيبقى عندي على هيه ايه التلاتة فورمز بتوعه دول. تمام? فانا عايز اتخلص منهم. بص الخطوات دي مش عليك قوي. عايز تعرفها عرفها مش عايز تعرفها ما تعرفهاش. بس اللي يعرفها ايه مش هيخطر حاجة. طيب قال لك عندي الاستروج ده هوت عبارة عن ايه? عبارة عن استروج هرمون. طيب الاستروج عبارة عن استروج هرمون. يعني عشان اخراجه من ال least extreme. مش هارف. ده دا استروج هرمون مشART اقدر ان هيدوب. فانا هبدأ احط عليه مجموعات هيدروكسي او موزوكسي. هيدروكسي او موزوكسي عشان يبقى دايب. ويقدر ان هو نخرجة عن طريق اليورن. MUSIC فعندي الاستروج ده. هنبدأ ان احنا انحنا نحط عليه heydروكسي استروج ونحوله الى 2 هيدروكسي استروج عشان نخرجه. وبالتالي برده الاستراديول هنحاوله الى اتنين ميزوكسي استراديول وبعده كان حاوله الى اتنين ميزوكسي استرون تمام? وبعد تالي يخرج يبقى انا عندي الاستراديول يقيمة بنخرج على هاية هايدروكسي استرون او ميزوكسي استرون نفس النظام الاسترون برضه نحط عليه مجموعة هايدروكسي او ميزوكسي الاسترون نحط عليه هايدروكسي استرون ونخرجه يقيمة ميزوكسي استرون ونخرجه تمام? قال لك ان انا عندي فيه طريق تاني للإسترون ان هو يروح يتحول الى الهايدروكسيسترون وبعد كده يقدر نخرج منه الاستريول قال لك انه ممكن نحصل على الاستريول من الاسترون عن طريق ان احنا بنحوله الى 16 الفا هيدروكسيسترون وبعد كده نحوله الى استريول تمام تمام طيب بعد كده بيقول لك معلومة ان احنا لقينا ان الاستروجيند هوت بيشتغل في بعض الناس اللي هو لايبوتروبيك افكت يعني بيمنع تراكم الدهون اللي موجودة في الليفر بيمنع تراكم الدهون الموجودة ايه في الكبد تمام بيمنع تراكم الدهون الموجودة قال لك ان انا عندي ده الكبد اهوت تمام الكبد بتاعنا دهوت نتيجة الموتابوليت والحاجات اللي بتحصل فيه ده قال لك ممكن ايه ممكن تخذ دهن فيه شوية دهون وحاجة وحاجات من دي تضره وكده فاحنا عندنا الاستروجين وجود الاستروجين بيمنع تراكم الدهون ديت وبيخرجها تمام طيب بعد كده بيقولك ان احنا عندنا الاستروجين بيقلل بلازما كوليستيرول من ال L D L وبيزود ال H D L. فبيحمي الست من آآ بيقلل ال L D L ويزود ال H D L. فبيحمي الست من اه في مرحلة بريم نبوز. طبعا انا عارفين دي. ان هو بيقلل ال كوليستيرول الوحش ال L D L. وبيزود ال كوليستيرول الحلو اللي هو ال H D L. فبالتالي بيحميها من التصلب الشريين و تمام? خصوصا في مرحلة بريم نبوز. عشان كده قلنا بعد سن اليأس بتبقى ايه? بتبقى آآ آآ ستة فقدت نعمة كبيرة من الاستروجين عشان ايه? عشان ايه? عشان ان كان بيحميها من حاجات كتير. بعد كده عندنا عايزين نتكلم. يعني كده كل ده كنا بنتكلم عن ايه? لا. كنا بنتكلم على الاستروجين اللي هو موجود جوى جسمنا اللي مصنع جوى جسمانه. عرفنا ازاي صنعناه وعرفنا آآ ازاي اشتغل. تمام? وعرفنا ازاي عملنا له متابلزم بعد ما اشتغل وخرجناه من جسمنا. عايزين ده قدل الوقت نتكلم على السنستيك بقى اللي هو اللي احنا مصنعينه منبرة. هتستخدمه في ايه اللي انت صنعته منبرة ده? الاستروجين انت صنعته منبرة ده. قالك والله هستخدمه ان انا كون منه حبوب. الحبوب دي هستخدمها كأورا كونترا سيبتي في بلز. هستخدمها كحبوب مانع للحامل. مش انا عندي هحط فيها استروجين بكميات عالية. والاستروجين ما هيبقى عندها اللي هاتخرج عشان تتخصب وكده. فمش هتحمل. für انا هستخدمها كمان على الحامل اولا تانية حاجة انا هستخدمها فيه مع الناس اللي عندها ايه? الناس اللي عندها منبوذ بقى? لناس اللي وصلت للسن اليأس. لس يصلت للسن اليأس والايستروجين عندها قليل او عندها هيبو ايستروجينيسم. فاننا نستخدم ان احنا نديها الاستروجين ده منبرة. تمام? تمام. بعد كده بيقولك ان احنا وجدنا ان الاستروجين بيكون اه كويس مع الناس اللي عندها بروستات كانسر تمام يبقى في نظريات بتقول الاستروجين مكويس لحالات البروستات كانسر فبنديله برضو لحالات البروستات كانسر طيب بعد كده بيقولك ان هو بما انه بيزود انتاج البروتينات فيزود لي انتاج الكولوجين والحاجات دي اللي هتزود من الهيلنج بتاع الجروح تمام تمام بعد كده كمان ان احنا وجدنا ان احنا اه من خلال الاستروجين نقدر ان احنا نعالج البريست كونسر. وانشوف دلوقتي دواء اه هيبقى داخل فيه او هيتعامل مع الريسيبتور بتاع الاستروجين هيقدر ان هو يحميني من البريست كونسر. تمام? يبقى احنا عندنا بتاعت آآ استروجين ايه? تقوم اقيل لي. هنصنع آآ دواء منع للحمد. هنصنع آآ دواء آآ يمحمينها من البريست كونسر او البروستات كونسر او آآ مع الناس اللي هي وصلة للسن اللي يأس منبوذ او الناس اللي عندها هاي باستروجين او عشان اصنع مسلا آآ منه تاني هيقوم هيقوم هيقعد يعمله بلوق. تمام؟. الدواءين دول واحد اسمه وواحد اسمه تميكزيفين تمام؟ يبقى واحد اسمه واحد اسمه التامجزفين. عايزك تركز قوي في الحتة بتاعت الكولومفين سترين والتامجزفين دي لان ده اصلا محلس قال ولو الدكتورة جابت سؤال في المحاضرة اعتقد يعني ده انسب حتة تجيب فيها سؤال. تمام? تمام. طيب كده ما نشوف يعني ايه الكولومفين سترين? قولك الكولومفين سترين ده هوت. ده عبارة عن الملبس اللي ستاب بتروح تشتريم الصيدلية علشان لو هي عايزة تحمل ثم اخده جاي بقى. حرفيا ايه? هو بيتصرف كده في الصيدلية. واحد عايزة تحمل ومش عارف ايه? عايزة تزود عملية تطويد عندها وتزود وكده. فتقوم راح ايه? تقوم راح اجاي بها الكولومفين ده هو. من الصيدلية. وتقوم واخده. قال لك الكولومفين ده بيشتغل ازاي? وازاي خليها تحمل كده? وازاي هيزود لها عملية قال لك يا عم اللي بيحصل كلاتي ان احنا عندنا بس كده معي. عندنا دوت ايه? ده الريسيبتورز اه دي الهايبوسالمس فهيت. تمام? ودي الريسيبتورز اللي باللون الازرق دي. اللي بتبقى موجودة اه في الهايبوسالمس بتاعت الاستروجين. تمام? دلوقتي احنا عندنا الاستروجين بيروح في الطبيعي بيمسك في الريسيبتور بتاعته. وبعد كده بيحفز عندي اللي هو خروج اللي هو فيروح للبتيوتري يقول لا طلعي اعمال السايكل بتاعتك ويكبري الفوليكل عشان يحصل وكده. كلام ده يعني. السايكل بتاعتنا. طب بفرد دلوقتي خدت كولامفين. قال لك الكولامفين بيتنافس مع الاستروجين على الريسيبتور اللي موجودة في الهايبوسالمس. يعني ايه? يعني دلوقتي الكولامفين هو باللون الاحمر ده والاستروجين باللون اللازرق. دي الريسيبتورز اللي باللون اللبن دي بتاعت الايه? بتاعت الاستروجين. دلوقتي الاستروجين رايح يمسك في الريسيبتور يقوم مين اللي سابقه? الكولامفين. الكولامفين يقوم رايح سابق مين? سابق الاستروجين. فدلوقتي الريسبتور بتاعت الاستروجين كلها مليلة مين بالكولامفين. الاستروجين مش عارف يمسك. بل رغم الاستروجين موجود. يعني الاستروجين موجودة هوت. بس الكولامفين سابقه وقعد على الريسبتور بتاعته. فدلوقتي الهايبوسانة بس. مفروض الطبيعي انها تروح تصحي جولادوترومين لنزنج هرمون عشان يطلع ويكون عندي اف اس اتش والكلام ده. لما الاستروجين بيمسك. تمام? طيب. لما الاستروجين يزيد هيقوم رايح موقف ايه? الاستروجين ما يمسكش. والاستروجين لما يزيد هيقلل ايه? هيقلل الاف اس اتش. تمام? طيب يفرض دلوقتي الاستروجين قليل. الاستروجين مش عارف يشتغل. الاستروجين موجود بس مش عارف يشتغل. احنا في الطبيعي ان الكتابة هتبقى احسن. احنا في الطبيعي الاستروجين بيقلل الاف اس اتش. تمام? دلوقتي الاستروجين موجود ومش عارف يمسك في الريسبتور بتاعته ولا عارف يشتغل. يبقى انا عندي دلوقتي ايه الاستروجين مش عارف يشتغل عندي نقص في الاستروجين. فهيروح يزيد عندي الاف ايست اتش ويزيد عندي الاكزيز ده هوت اللي هو هيروح يصحي الانتيرو بوتيتر تزود الاف ايست اتش. تمام? فلما الاف ايست اتش يزيد هيزود عندي التبويض هيزود عندي الفوليكلز يعني اللي هتطلق اللي عمالها تكبر فالفوليكلز اللي عمالها تكبر ديت هيزيد معاه طبعا الالاتش ويحصل عندي وممكن يخرج عندي اكتر من تمام? فزاوي دا عندي معدل ايه? التوويض وزاوي دا عندي معدل التوينز كمان. تمام? يبقى انا اه عندنا سؤال الكولامفين دا مهم جدا انه هو بتنافذ مع الاستروجين اه على الرسبتور بتاعته اللي موجودة في الهايبوسالمس وبالتالي هيشيل الفيدباك انهيباشن اللي كان بيحصل لما تزيد مع اه وبالتالي وبالتالي اللي هو الFSH والLH دول لما يزيده هيزوده تكبير الفوليكل وهيزوده فيخرج عندي ايه? فيخرج عندي بويضات خصوصا في الستات اللي هي انفورتايل وهي عندها معضلة تبويض قليل تمام? يبقى انا عندي الكولامفين تاني الحيطة دي مهمة بعيدة فيها كتير اهو الكولامفين هيعمل ايه? هيروح يتنافس مع الاستروجين ايه رسبتور? هيروح يعود مكانه وهيلحقه تمام? بدل مكان الاستروجين بدل مكان الاستروجين بيروح يوقف لما يزيد يروح يوقف ويوقف الFSH لأ دلوقتي الاستروجين عنده قليل فهيزيد عندي ايه? هيزيد عندي الFSH والLH فبالتالي هيحصل عندي زيادة في عدد الفلكلز اللي هتكبر وزيادة في عمليتي فيطلع عندي اكتر من اوفا ويطلع اه ويحصل عندي ايه? ويحصل عندي اه توينزات تمام? بس ده طبعا بتبقى امر ربنا يعني مش شرط يحصل خالص يعني عادي حتى لو طلع اكتر من اوفا يعني مش شرط مش شرط ممكن الاسبرمز اللي جاية مش مقضية تمام? تمام. هو ده بيبقى امر ايه? ربنا برضو. طيب بعد كده بيقولك ان احنا عندنا في بعض بينافس مش بيقفل الريسيبتور او بينافس بيروح يقعد ايه? بيلحق مكان الاستروجين ويقعد مكانه. طيب بعد كده هنتكلم على اه فيه دواء اسمه التاموكزفين. التاموكزفين ده بقى بيروح يقفل يقفل هنا بقى بيقفل الاستروجين ريسيبتور. تمام? ازاي? قال لك والله يبص معايا. قال ان احنا وجدنا فيه بعض البريست كونسرز. البريست كونسرز ديت. اه بتيجي فيه فترة البريمينبوزل. البريمينبوزل. اه ويه بتبقى محتمدة على الاستروجين. يعني الاستروجين الخلايا بتاعت القنصر بتتغذى عليه. تمام? تمام. فانا دلوقتي استخترعنا ده واسمه التاموكزفين. ده والتاموكزفين ده بيروح يقفل الريسيبتور بتاع الاستروجين. ما بيخليش الخلية دي تاخد استروجين. فانا كده منعت التغذية عن الخلايا اللي هي السيل كونسر ده هيت. فكده ايه? هتبدأ ان هي تموت ما ما يعددش قترة تتغذى. تمام? تمام. يبقى عندي الدوائين ده المهمين? اعرف ان الكولومفين ستريب بيتنافس مع الاستروجين ريسيبتور اللي موجود في الهايبو سلمس. اما التاموكزفين بيقفل الاستروجين ريسيبتور خالص. وبيحمينها من البريست كونسر اللي بتبقى دبندنت على الاستروجين. اما الكولومفين ستريب بنستخدوه مع الست اللي هي وعايزة تزود معدل الطويد. يبقى ده سأل مهم جدا. الكولومفين ستريب بيشتغل بايه? هتقول لي بلوكينج الاستروجين ريسيبتور? ولا بيبلوكين? هو اللي هو بيقفل الاستروجين ريسيبتور? وطلق غلط. ده هو بتنافس مع الاستروجين على الريسيبتور بتاعه. لكن هو مش بيقعد عليه ويقفله. طيب بعد كده عندنا البلوكينج النكاتف فيدباك للاستروجين عايبو سلمس قولك ده صح. اللي هو بيروح التنافس مع الاستروجين. يقعد على الريسيبتور بتاعه. وبالتالي لما يقعد على الريسيبتور آآ بتاعه الاستروجين هيقل. فالنكاتف فيدباك ما عادش هيحصل. وهيزيد عن الهايبو سلمس تقول ايه ده? ده ما فيش استروجين? طب يلا يلا يلا. طلعوا جلاتو تريبين جليسي هرمون تروح على البوتيتور يتزود تزود معدل الطويد وتزود الافيوليش. تمام? تمام. يبقى اللي جابة هنا تبقى ايه? هتبقى دهي. اللي التانية. بتاع الاستروجين عن هايبو سلمس والبتيوتر. احنا كده خلصنا مقادمة الفيسيولوجي. وبعد كده اخدنا عندنا الاستروجين هرمون. نحس ان هو عبارة عن مصنع او طبيعي. واخدنا الطبيعي عبارة عن استراضيول والاسترون ويه اللي هو الاسترايول. وبعد كده اخدنا التصنيع بتاعه وبيحصل من الكوليستيرول في السيكاسيل وانطلع اندروستينوديون وبعد كده يروح الجيرانيولوزة ومكون من التستيرون الاستروجين. بعد كده اخدنا الاكشن بتاعه على السيكس اورجنز وعلى والميتابوليك على العظم وعلى الفيسيلز وعلى وازاي بيعمل والحاجات دي. بعد كده اخدنا الميتابوليزم بتاعه وانه احنا بنخرجه عن طريق ان احنا نحط عليه مجموعة هيدروكسي او موزوكسي. بعد كده اخدنا بتاعت السنساتيك استروجينز عن طريق ان احنا بنستخدمها في حبوب مانع الحامل. البريست الناس اللي عندها نقص نقص استروجين. الناس اللي هي بتبقى وصلة السنة ليأس وهكزا. تمام? بعد كده هندخل عندنا في البروجسترون. تمام? البروجسترون والميتابوليك رول بتاعه. البروجسترون طبعا احنا عارفين ده الهرمون اللي هو بنقول عليه هرمون ما قبل الحمل. البروج يعني قبل وجست يعني حمل. وقول يعني هرمون. يبقى هرمون ما قبل الحمل. او بنقول عليه هرمون الحمل. طب الهرمون ده كان بيطلع من اقول لك ده كان بيطلع من الكرباس ليوتيم او الجسم الاصفر تمام? تمام. قال لك ان انا عندي. كان عندي اللي كانت بيتبقى كبيرة دي لما كان بيحصل كان بتطلع من جواها ويتفضل عندي الجزء الباي بيقول علي الكرباس ليوتيم هو ده اللي كان بيطلع تمام تمام? بعد كده بيقول لك ان انا عندي بعد مسات دي بتحمل تمام? فيه جزء الليتر برطي من البريجنانسي بعد 5 شهور من الحمل كانت البلاسنتا هي اللي بتطلعلي بروجسترون يبين عندي الكرباتgor Often بيطلعلي البروجسترون بعد ما تطلع من ولو حصلت خملة بيفضل معي لمدة 6 شهور فيه الجزء الأخير من الحمل البلاسنتا هي اللي بتطلعلي البروجسترون بعد كدا بيقولك ان انا عندي ممكن اصنع ده من قالك اه اه ممكن يطلع من الادريناقورتيكس? آآ عن طريق ان هو بروكوزر من الكوليستيرول آآتعةاشر ويه ويكون لانه هو بيشترك. لكوليستيرول ليس واثنتاشر والكوليستيرول واحد وعالشرين. قال لك مشامعيككده üzerine الكوليستيرول تسعتاشر عنده انتعرف يقصد بايه? يقصد باتستستيرول ومشي التستستيرو ده بيطلع عندي من الادريناقورتيكس. بس ازاي قال لهم انا اصلاً بصنع التستيرون من البروجستيرون. كنا اول حاجة كوليستيرون. وبعد كده عندي بعد كده عندي مع كابل أجيب تمام اللي هو سي تسعتاشر يباني عندي عبارة عن تمام والسي واحد وعشرين ده اللي هو تقريبا تمام يباني عندي تمام هبزأ ان انا اصنع منه والبروجناللون اجيب منه ايه تمام والاستروجين برضو كنت بجيبه عن طريق تمام بيقولك ان انا كمان ات اسألك ناحية كمان ممكن نصنع البروجسترون ده في التستس. يبدو الوقت انه بصنع البروجسترون من ايه من اكتر المكان. تقول لي كوربس ليوتيم. من البلاسنتا لاثرينا الكورتكس او من التستس. تمام? نفسه طريقة برضو تستستيرون تمام? لان احنا اصلا في التستس برضو بنصنع تستستيرون فمن البروجسترون هو البروجسترون تمام? طيب بعد كده عايزين اشوف متابوليك رول بتاع البروجسترون. قال لك والله ازاي بيشتغل? قال لك على اندومتريام بتاع بطانة الرحم كان بيبدأ ان هو يجهزها علشان ايه? علشان يحصل لزايجوت عشان زايجوت يتغيرس فيها كان بيزود ايه? قالك اننا عندي البورجسترونة باللون والله اخدر دولها ما كان بيزيد كان هنا قصد بطانة الرحم بتفضل تكبر 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 ويزود الخلايا ايه? بيزود الخلايا يعني والجلندس تفضل ايه? تطلع بتاعتها عشان ايه? علشان تبقى جهزة ان القوفة تيجي ايه? تيجي تنغيرس فيها طيب كمان ايه تأثيره على الابيسيليال سيلز? الابيسيليال لاينينج قالك هو كان بيزود الميوسين ويزود الفات في الابيسيليال لاينينج طيب ايه تأثيره على عملية الافيوليشن? قالك ان هو بيصبرس عملية الافيوليشن لان هو اصلا اسمه هرمون الحمل وما ان هو اسمه هرمون الحمل فبالتالي انا مش عايزة اوفة تانية انا اصلا ايه? الست حامل اصلا هتعوز ازقفة تانية عشان تعمل حاملة فين. هي اصلا حامل. تمام? فهو بيصبرس عملية. بيقلل. تمام? طيب بعد كده عندنا البروجسترون بيأثر ازيها على الواجينا. بص هي دلوقتي ستة حامل اصلا. تمام? فانا دلوقتي مش عايزة يجي يدخل. تمام? فتعمل في الواجينا الابسيليم خلاص تخليه ناشف. هتقلل بتاعته. هتعمله هتزود الموجودة فيه. يبانى عندي في الواجينا الابسيليم هي اصلا ستة حامل. مش عايزة تدخل اصلا. لو حصل يعني مع حالة بريجنانسي. هبص لها عندي ايه? انا مش عايزة الاسبيرم توصل اصلا. فالفاجينا الابسيليم بفضل هيكون هيبقى فيه هيبقى ناشف. والبيزوفيليا في السيبرفيشيا اللير تبقى موجودة. ويبقى فيه موجودة عندي كمان. تمام? طيب ايه تأثير على المامري جلاند? وطيق مش الستة دي حامل وبعد ما تولد هتعوز ان هي تردع ابنها. فانا كبروجسترون هروح على المامري جلاند. هبدأ ان انا ازود بتاع بتاع ايه? بتاع المامري جلاندي ديت. اه وازود حساسية السيستم بتاع الجلاندس دي. اه ليه الهرمون بتاع البرولاكتن يعني والحاجات ديت. عشان ايه? عشان يبقى اه حساس لي اللي هو بسم الله الرحمن الرحيم. اللي هو هيبقى مسؤول عن خروج اللبن يعني. تمام? تمام? يبقى احنا تأثيره على المامري جلاند. هيعمل دفولوب منتل الالفولار سيستم. وهيبقى وهيزود حساسية الجلانديس ديت. للاكتوجينيك هرمون. طيب بعد كده عندنا البروجسترون. تأثيره ازاي على الحرارة? في بداية المحاضرة خالص. الاستروجين يقلل الحرارة. البروجسترون يزود الميتابوليك فبيزود الحرارة. يبقى انا عايزة الميتابوليك اه رول بتاع البروجسترون انت تقول لي. بيأثر على الاندوميترام ازاي? بيجهزه عشان يستقبل الامبريو. طب بيأثر ازاي على ابيسيليا آآ ثيلز? قال لك ان هو بيزود اللاين بيزود الميوسين والجليكوجين والفات بتاع اللاينين بتاع الابيسيليا لسيل. تمام? طيب هو بيأثر ازاي على الاوفيوليشن? تقول لي هو بيصابريس الاوفيوليشن اصلا انه مش عايزة اوفها لان اصلا ست حامل. تمام? واصلا ست الحامل بيبقى عندها امينورين بقاش عندها دورة. بقاش فيه اوفة بتطلع. يعني ان اصلا حاملين بقى قفلين ال ال اتش. بيبقى عاملين له انهيباشن. طيب تأثير ايه على الفاجينا الايبيسيليا? قال لك ان ست حامل مش عايزة سبيرمس توصل. فاحنا بنعمل ديسكوميشن وبيزوفيليا وليوكوسايت الفاجينا الايبيسيليا. طيب بالنسبة للمامريجلان ده هيعمل في ايه? قال لك والله ست حامل وبعد ما تخلف عايزة تردع. فاحنا بنعمل بتاع المامريجلاندس دي. وابنزود حساسيتها اللاكتوجينيك هيرمون. طيب تأثيره ايه على الحرارة? قال لك بيزود الحرارة انهو بيعلي معدل الحرق. طيب. ايجينا هنا سؤال بيقول لك ايه? بيقول لك انا عندي واحدة عندها عشرين سنة. تمام? وهي مش في المنستروال سايكل. يعني هي ما عندهاش من سايكل دلوقتي. يعني هي اه مش عندها منسز. بص معايا هنا كده. دلوقتي هي بيقول لك واحدة. عندها ايه? مش عندها منسز. وليقينا ان احنا عندها البروجسترون قليل. تمام? لقينا البروجسترون ايه? قليل. ايه هو التفسير لنقص البروجسترون? بص معايا كده. احنا دلوقتي. في مرحلة اه هي دلوقتي ما هيش ما هيش عندها ايه? ما هيش عندها المنسز. ايه دلوقتي بمش في المنستروال سايكل خالص يعني مش في المرطقة دي. تمام? تمام. بيقول لك ان ايه عندها ايه? سن عشرين ايه? عندها عشرين سنة. طيب. بعد كده بيقول لك ايه? بيقول لك ان لقينا مصاب بروجسترون عندها قليل. تمام? ايه سبب? ايه سبب في نقص بروجسترون? طيب انا دلوقتي هنا بروجسترون عاني يعني هي برضو مش في المنطقة دي. يعني هي ايه? يعني هي لا هي حامل ولا هي في منطقة المنسط. يعني في المنطقة دي. تمام? تمام? طب ايه اللي بيقلل一些 الى نقص البروجسترون. هقول لك بص يا عم. البروجسترون اصلا كان زاد في الفترة اللي بعد ديت. تمام? بسبب الكوربس ليوتين. تمام? انا دلوقتي هنا ما فيش هنا كوربس ليوتين. يبقى البروجسترون ايه? هيكون قليل. تمام? هل ال 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 و ال F S G احسرها على البروجسترون? لا. ال 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 H و ال F S H م half degreesلش على البروجستر town. البروجسترون هو اللي يؤثر عليه. يعني البروجسترون اه يقلل لك ال ال اتش. تمام? لان هو اصلا مش عايزة طويل. انا واحدة ستة حامل. تمام? طيب. اما ال 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 اتش يقصر على البروجسترون? ابدا. ما يحصلش. ام تقميلي لقصر على البروجسترون? وجود الكربس اليوتين. تمام? بس سؤال بتاعي بيقول ايه? بقول لنا انا عندي واحدة ستة اه واحدة عندها عشرين سنة. وهي مش في المستير والسايكل يعني لسه مش في البداية. ولا هي اه حامل. تمام? لان البروجسترون عندها قليل. تمام? طيب قال لك ايه سبب في نقص البروجسترون ده? قال لك يبهيه في المنطقة اللي في النص دي قبل يبهيه في المنطقة اللي قبل الوفيوليشن. تمام? يبهيه مفيش كربس اليوتين. يبهيه اللي جماع عندنا ايه? مفيش كربس اليوتين. ال 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 اتش سيكريشن عالي. ال 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 اتش سيكريشن سابريس. لا ال ال اتش ميقصرش اصلا على البروجسترون. طيب ال ال اتش يقصر? لا ال 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 اتش ايوه هي دي الاجابة الصحيحة هي دي الاجابة الصحيحة يبقى تبقى دي تمام تمام طيب احنا كده خلصنا الاندروشن بتاعة الفيسيولوجي وعلى كده اخدنا السترشن هرمون بكل الحاجات بتاعته دي وعلى كده اخدنا البروجسترون بيطلع من منين منين يعني من الكربس من البلاسندا من التستس من ادرينا الكورتكس وعرفنا متابوليك رول بتاعه تأثيره ايه على اكتر من حاجة على اندومتريم بيعمل في ايه امام الرجلان دي يعمل فيها ايه وعلى الفيجينة الابسالية اللي يعمل في ايه على الحرارة يزود الحرارة وهكذا بعدك هناخد عندنا وبلسنتل هرمون والليفلز بتاعت الهرمون دي كلها اول حاجة معنا الافوريون هرمون الاخرى قالك في افوريون مهمة بسلا يطلع عندك انهبين وطبعا هنحنع فين ايبين بيينهبت الاف اس اتش الاكتفين بي اكتفيت الاف اس اتش والريلاكسين قالك الريلاكسين ده عبارة عن هرمون بيخرج اثناء البرجنانسي عشان يعمل البيوميك سيمفسيس والبلفك جوينت ويعمل ويعمل من اخر كده هو عبارة عن يعني ايه يعني هيريح كل حاجة يعني هيريح كل حاجة يعني اعمل الارتخاء لكل العضلات والعظم بتاع الحوت عشان يسهل من الولادة بعد كده بيقولك ان انا عندي الاوفوريون اندرجن الاوفوريون اندرجن برضو بيبقى فيه اندرجن بتطلع عندي من الاوفوري زي ايه زي مثلا اللي هو الاندرجن والاندرجن والسطير والحاجات دي كلها بتبقى كبركوزر عشان هكذا نبون منها الاستروجن تمام تمام طب وقالك ان انا عندي الاندرجن اللي تطلع دي هي اللي تبقى مسؤولة عن الاكنفالجاريس عن حب الشباب اللي بيطلع للبنات والبيوبك هير اللي بيبقى موجود قلنا البيوبك هير بتاع الستيبت بيبقى مسلس مقلوب اما في الرجل بيبقى مسلس معدول وايه هو المسؤولة عن اللي بيسميل اللي هو الاندرجن عند اكتبت يبقينا عندي مسؤولة عن ايه سؤال مهم جدا هو المسؤولة عن البيوبك هير هو المسؤولة عن اكنفالجاريس ولمسؤولة عن اللي بيسميت bénches كانت القضر اوروجين طيب الانديبين اكتبين لاكسين واندرجن طب في سؤال هنا مهم جدا على اوروجين وده اسؤول لو بي برضو لو لا بيه خدوا بالك يلا ركزوا معايا كده وق Capitol احنا عندنا المين اندرجن اللي مسؤول عن الاجزيلاري والبيوبك هير فيه الفيميل هو مين? بص معايا كده. مين المين اندرجن المسؤول عن الاجزيلاري والبيوبك هير? بص احنا عندنا احنا عارفين اصلا الاجزيلاري والبيوبك هير ده مسؤول عنهم الاندرجن. هل هو الاستروجن? هو الاستروجن عبارة عن اندرجن? لا ما ينفعش. يبقى ما هوش استروجن. طب هل الدهية ولا تستستيرون? اقول لك ازاي? انا دلوقتي في الفيميل. الفيميل اللي مسؤول عن الشعر والحاجات دي فيها مش التستستيرون ده. الت المسؤولة عن البيوبك هير والحاجات دي بس في الميل مش في الفيميل. تمام? تمام. وإلا بقى لو كان مسؤول في في الفيميل كان زمان ايه? كان زمان مثلا في الفيميل زي الميل. يبقى يبقى الثستيرون غلط. والاستروجين غط يبقى هو مين هو الداهية الداهية هو المين أندروجين اللي مسؤولة على الاكزيروري هو ده هو الدهية هو ده اللي كان بينتج في هو ده اللي كان الاندروجين بينينتج في الاسي كاسيل ويتحاول اندرستينوديون وبعد كده يبقى يروح الجرانيولوزة نكون منه الاستروجين يبقى الاندروجين في الفيما Lithium هو مين تقول لي الداهية تمام تمام انا بالسؤال المهم برضو ولولا بشوي بفاضل معنا كده بقى البلسنتة الهيرمونز يما حتى كذا خلصنا ايه الأوفيريان ذهرمون Labs ندخل بقى على البلسنتة الهيرمونز ده هو ده هو ده اللي كان بيبقى في البلاسنتة بيحفز عندي انتاج البرجسترون يا ولاد تامام بعد كده عندك الكوريونك سمات ومامو تعوبين تمام بنقول عليه بلاسنتا اللاكتوجين يعني ايه بلاسنتا اللاكتوجين يعني هو ده الهرمون اللي بيطلع عمل بلاسنتا وبيروح يشتغل علي الماموريجلاند السوماتو مامو يعني بيشتغل علي الماموريجلاند تمام wae问 كنسية بتاعة البريستا يعني بني عندي اتنين مبطايد هرمون بيطلعوا بالبلسنتا تقول لي مين ويكوريونيكس ماتو تمام? تمام. طيب تاني حاجة تمام? اللي هي بتطلع من البلاسينتا برضو زي مين بيطلع من البلاسينتا? قال لك بيطلع بروجسترون وإستروجين برضو من البلاسينتا. بس النوع الإستروجين بيطلع من البلاسينتا بيبقى ترايول لو تفتكروا من شوية أو من كم نصف ساعة كده ولا حاجة قلنا ان احنا عندنا الإسترايول ده كم يبقى موجود في البريجنانسي لانه كان بيخرج من البلاسنتا. اما الضيول اللي هو القوي في البريم من ابوزل والاسترون في الافتر من ابوز. طيب بعد كده بيقول لك ان احنا عندنا عشان عمل اختبار الحمل. اختبار الحمل الناس بتجيبه ده من الصيدلية ده. بيقول لك ايه? ازاي بعرف ان الستيدي حامل? قال لك بنعرف عن طريق وجود في اليورن. تمام? ازاي? قال لك ان انا عندي آآ جونادو تروبين دهوت. بيخرج خلال اول عشرة ايام من الحمل. تمام? فلو فعلا في حمل وفي نزل فيه هيبان ان ده هو تمام? تمام. يبقى احنا كده خلصنا ايه? يبقى احنا كده خلصنا وخلصنا البلاسنتا الهيرمونز عرفنا البلاسنتا الهيرمونز عندي اتنين اللي هو والكوريونيك سوماتو ماموتروبين. واخدنا شوية حاجات برضو بتطلع في الاوفر وتطلع من البلاسنتا زي البروجسترون والاستروجين. طيب بعد كده هناخد عندنا السيروم ليفلز من الهيرمونز. ودية هي مهمة بس بعدين هنفعق بعدين يعني مش مهمة كمتحان على مستواجد الوقتي لسه. بس ايه 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 بعرفة كده وخلص اقرأها كده وخلاص. ال اتنين العاشرة اتنين من عشرة اربعة وسبعة من عشرة. سبعة وعشرين مياه وستين. خمسة العشرين. من سفر العشرين. ويكون من سبعة من عشر الى تلاتة ونص نانو جرام فدي كانت الموجودة معنا احنا كده خلصنا المحاضرة بتاعتنا ويرجعنا على كل حاجة نجع عليه وعرفنا موضع الاسئلة بتاعتنا هتمنى تكونوا وفقتم في مذاكرة هذه المحاضرة وبالتوفيق ان شاء الله ربنا يجعلهم تحان سهل وخفيف عليكم يا رب ويوفقكم وينوالكم كل اللي في بالكم يلا مش محتاجين اي حاجة لو احتاجتوا اي حاجة اكتبونا في كومنتات وحنا معاكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته